السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الذي يحدث إذا قمنا بقلب أقطاب البطارية في السيارة؟ أكيد ستحترق الضفيرة أو احتراق الكمبيوتر لقدر الله إذا لم يكن هناك فيوز خاص للحماية لمثل هذه الحالات اليوم جئتكم بفكرة بسيطة لحماية السيارة في حالة قلب أقطاب البطارية وتكمن الفكرة في وضع ضيوت أي صمام يكون بهذا الشكل يسمح بمرور طيال موجب في اتجاه والسالب في الاتجاه الآخر هذا الصمام إخواني مجرد تجربة لأنه لا يتحمل أما الضيود المخصص لذلك فكما يظهر في الصورة يستعمل لمعدات أخرى لكن لا أدري لماذا لا يعتمده مصنعي السيارات لحماية السيارة من هكذا أمور الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هو عند شراء بطارية لا ينتبه للأقطاب إذا كانت تلائم بطارية القادمة أم لا يعني بطارية القادمة كان الموجب هنا والسالب هنا عندما يشاري بطارية أخرى يشاري البطارية الموجب هنا والسالب هنا وعندما يقوم بتوصيل الأقطاب هنا تحدث الكارثة إما تحتارك الضافرة أو الكمبيوتر كما قلنا لا قدر الله قبل تجربة الفكرة سأعرفكم طريقة فحص الضيوت سواء بجهاز الملتيمتر أو بواسطة المصباح بجهاز الملتيمتر إخواني فقط أقوم بتشغيل الجهاز وأقوم بضبطه على صوت الجرس وأضع المدخل الكم وفي مدخل الفلطية هنا لون السامع إلى صوت الجرس فقط أقوم بوضع الأقطاب بهذا الشكل اعطنا قراءة عندما نقر بالأقطاب من فروض لا يعطيي قراءة معنى ذلك أنه سالم لكن إذا اعطنا قراءة من كلتا الجهتين معنى ذلك أنه فاسد أو من كلتا الجهتين لم يعطينا أي قراءة معنى أن الضيوت فاسد كيف نعرف اتجاه الموجب من السالب عندما أضعه بهذا الشكل عندما يعطينا قراءة يعني السالب يمر من هذا الأسود إلى الأحمر يعني يمر بهذا الاتجاه السالب والموجب يمر بالعكس لفحصه بواسطة المصباح كذلك ها هو لو أتنا بالمصباح أضعه بهذا الجانب مثلا ها هو المصباح يشتغل معنا لو أضعت الضيض بهذا الشكل ها هو لن يشتغل معي لماذا لنقلنا يمرر شحنة سالبة بهذا الاتجاه إذا قمنا بقلبه سيشتغل معنا المصباح لأنه سمح بمرور الشحنة الموجبة سأضعه هنا مثلا ها هو ها هو لو قمنا بقلبه بهذا الاتجاه سيسمح بمرور الشحنة السالبة لكن إذا قمنا بقلبه بهذا الاتجاه لن يسمح بمرورها وهذا ما يحتاج إليه قمت مسبقا بتوليف ضيض بهذا المجس سأقوم بنزع الموجبة والسالب ها هو لو تلاحظون هنا قمنا بمرور الشحنة السالبة فقط بهذا الاتجاه سأقوم بوضعه هنا ها هو والسالب السالب لم أضعه فيه يكفي واحدة سأقوم بمرور الشحنة الموجبة الآن ها هو الذي سيتم Pharaoh وค смотреть Rights لا استطيع تشغيل السيارة لان هذا الضيود لا يتحمل اخواني التشغيل بهذه الفكرة الان لو قمتوا بقلب الاقطاب ها هي لن يحدث اي شيء ها هو ها هو مثلا سوف احاول تشغيل السيارة ها هو لن يحدث اي شيء فتح غلق لا يحدث اي شيء ساقوم بقلب الاقطاب اعادتها كما كانت ها هو الان استطيع فتح السيارة فتح الشنطة ها هي لا استطيع تشغيل السيارة لان قلنا هذا لا يتحمل عملية التشغيل بهذه الطريقة يمكن المحافظة على السيارة في حالة قلب الاقطاب واتمن ان تجسد مثل هذه الافكار من طرف الشركات المصنعة لحماية السيارات من هكذا اعطان لا تنسونا من خالص دعائكم جمتكم في العاية لحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة